عنده مثلا خليد عيسى الحارس من الحراس اللي ما عندهمش قدرة على تعامل مع التصويبات من بره بشكل كبير واستقبل كتير من الاهداف في هذا الموسم سواء كان محلينة أو أسوين في دورة أبطال أسيا حتى وإن توج بدورة أبطال أسيا الموسم الفات إلا أنه حارس مش بالكفاءة العالية مع تزديدات إمام عشور إن استغل هذه الممكانية هيكون عنده قدرة جبارة مروان لما بيقرر أنه ساد حسين الشاحات لما بيقطم على جوة زي محمد صلاح كده محلي بربون مع خلاف التشبيه وإنه ياخد القرار بالتزديد أو برسيتاو إن بدأ هذه المباراة في الجهة العكسية التزديدات هيكون حل من الحلول لأوبشن فني جبار بالنسبة لنادل آهلي لأنه كمان الضغط من قوامي أوتون اللعب الإفواري المحترف كستوبر أو سير دي باك وفابيو كردوز وفابيو كردوز يمكن هو المدافع الأتل جاي عارة من بورتوال بورتغالي لعب مدفوع فيه كتير ولعب من اللعبين المؤثري لكن لوحده كقلب دفاع في العين الإماراتي صغرة لأنه فيه جبهة تانية اللي هي السوبر المال ناحية شمال ضعيف نسبيا مع لعب ظهير أيصر ضعيف أيضا بيطير هجومان وما بيرضج دفاعين ففيه صغرة الجهة دي ما فيش محمد هاني موجود عندنا لأنه محمد هاني مصاب لكن عمر كمال عبدالواحد هيبدأ هذه المباراة وهيستغله مرسل كولر في فكرة الانطلاقات بس لازم يكون فيه دعم من نص الملعب للضم على عمر كمال عبدالواحد لأنه الراجل الزهير الأيصر بتاعهم تقيل جدا في انطلاقاته ممكن يبقى فيه صغرة وراه لكن ممكن كمان هو يعمل لك صغرة لو ضغط عليك وشكل بير فيه حجمك فهي محتاجة تركة فنية مع الانضباط التكتيكي في التغطية على كل زهير هيطلع يتقدم فيه نحاهم وشهير ولا الشناوي أنا أسفى جدا لا الشناوي نهار دا خبرة لازم الخبرات في مثل هذه المباراة طيب جميل اتكلمت قلت ان نادل اهلي كان عنده حفوات دفاعية في مباراة السوبر الافريقي والسوبر المصر أيضا هل غياب محمد عبداليماني يمفارق؟ أكيد فارق مية في المية لكن الاهلي كبير يعني فكرة انه خرج لعب تطور في السنوات الأخيرة بشكل كبير جدا كالسوبر كالقلب الدفاع تفاهمه كان معرام الربيع حتى في الفترة أو ياسر إبراهيم لكن يبقى الاهلي بتقلو هو جاب أشرف داري الدولي المغربي المحترف في تشكيله بالنسبة ليه النادي الاهلي أشرف داري مش هيبدأ المباراة لشي نبقى واقعين في مثل هذه المباراة ما تغيرش في الأماكن الحساسة يعني حرص المر ما بتلعبش فيها القلبية الدفاع ما تلعبش فيه أو الرباع بتاع خط الدار بلاش إلا في الحالات الاستثنائية قوي والاهلي مرهق فنشوف أنه ياسر إبراهيم مع رامي ربيع الاتنين كفاءة الاتنين فهمين بعض أكتر الاتنين هيغدوا قدرة على التعامل أو عندهم قدرة على التعامل مع فكرة تحجيم سوفيان رحيمي سوفيان رحيمي زادت قيمته قوي بشكل كبير لما كان أحد عناصر المدخب المغربي اللي توق بالبرونزية الأولمبية في باريسة 2024 من اللعبين فوق السن التقالي الموجودين اللي بيتقلقوا ويحتر في أوروبا هيقدر أنه يبقى تقيل لكن هم على عين الأماراتي وأفتكر أنه هذا اللعب إن تم تحجيمه لأنه معدل أهدافه مع العين حتى وإن العين بيستقبل لكن معدل أهداف الرجل ده الواحد وكده واحد ونص هدف المباراة فمعنى كده أنه بيسجل في كل المباراة فتحجم الرجل ده مع كاكاو كاكاو رجل جناح بيخش العمق في شفت ما بينه وما بين بلاسيوس لو تحجم السورس المصدر من الاتنين دول أنت كده حجمت نص خطورة سوفيان رحيمي وتقدر أن أنت تتعامل بس نص الملعب على أيب الأدوات اللي في نص الملعب يعني ممكن نبدأ بكوكا في نص الملعب النهاردة إلى جوار إمام عشور ومروان علشان يبقى كوكا ومروان اتنين عناصر تعطيل الهجمة وبناء الهجمة بالنسبة للعين الإمارات لأنه مصدر قوته في نص الملعب